السيرة حياة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش العصر بس سيرة النبي لكل العصور نحكي عن سيرة النبي وبعدين نيجي نبص على 2018 وحياتنا المعصرة نلاقي إن سيرة النبي كأنها بتحكي علينا احنا وكأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مراية نشوف فيها إزاي نصلى حياتنا حلقة النهاردة ما قبل غزوة بدر احنا دلوقتي سنة اتنين هجرية سن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وخمسين سنة احنا تحديدا تحديدا قبل غزوة بدر بثمان تشهر الثمان تشهر دول اللي قبل غزوة بدر بس لأن السيرة حياة لازم أبدأ بحاجة لها علاقة في حياتنا وبعدين نروح للسيرة في حاجة جماعة في الدنيا اسمها فن فن مواجهة التحديات كل واحد قاد هنا وكل واحد بيتفرق علينا وأنا وإنتم وكلنا مليان حياتنا تحديات اختبار الحياة كده ربنا خلق الحياة كده عبارة عن سلسلة تحديات هتنجح ولا لا هتعرف تجاه ولا مش هتعرف تجاه هتعرف تعبرها ولا مش هتعرف تعبرها هتعبرها بحكمة ولا هتقع فيها ولا هتلغبط ولا هتحصي ربنا ولا مش هتحصي لكن مش حكيم مش عارف تتجاوب معها الحياة تحديات تعلم فن مواجهة التحديات في حياتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الثمن تشهر اللي قبل بدر كلهم تحديات آه دي العلاقة الثمن تشهر دول فتر التحديات غير عادية والحلقة عبارة عن تدريب نبوي كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدربنا بيأهلك وبيأهل الأمة لمواجهة التحديات النبي يا جماعة ما أنشأش علم اسمه علم إدارة التحديات والأزمات إنما النبي كان صلى الله عليه وسلم بيمارس حياته وهو بيمارس الحياة من جواها بيدير إزاي نواجه التحديات خلي بالكو كل جامعات العالم الكبيرة في كليات الإدارة في مادة أساسية اسمها فن إدارة الأزمات مش كده الناس اللي درسة إدارة هنا يعرفوا الحكاة دي فن إدارة الأزمات والشركات والمؤسسات والدول كلهم بيدرسوا فكرة أو بيدرسوا أو عندهم إدارة إدارة التحديات إدارة الأزمات